السلام عليكم أصدقائي وصديقاتي شني حوالكم لباس الصحة بخير ان شاء الله ربي دوم علينا نعمة الصحة رجعت معاكم اليوم في روسات قطو شوكولات ومطعم القهوة حاجة بنينا تعمل 66 كيف هاكم تراو كيفش كي قصيتها طرية والطبقات كيفش ذاهرة طريقة التزيين بسيطة امام زيانة برشا حاصيلو اللبنات اللي هنا حابيت نوريكم التراوة بتاع الجاتو ما شاء الله نحفلو بيه في المناسبات وقالا نعملو فطور صباح طوى باش نتوكلو على بركة الله نبدأ في المكونات اللي هنا لبنات اخذيت أربعة بيضات كاملين أبيض وصفر معاهم رشا ملحل تعديل الطعم وكيس سكر فانيليا اللي هنا استعملت علبة الياغرط للتحكير اخذيت علبة ونصف سكر حبيبات ونصف قلبة زيت نباتي اعتمد على علبة الياغرط هنا في القياس باش اجيكم حاجة مبسطة اللي ما عندوش كقوس المعيارية ولميزان ينجم يعتمد على علبة الزبادي باش المكونات تجي مضبوط وبالنسبة للدقيقة الأبيض اللي هنا اخذيت أربعة ولب بعلبة الياغرط كبيدها وبعد ما نخلطهم واخذيت علبة كيفهم كاكاو واخذيت كيس الهنا كرام باتيسيير اللي هي السر البنة والخفة متاع القاتو واخذيت كيس كامل خميرة مرتبات وضفت له نصف كيس بيكربونات السوداء اهو كان نصف بركة زادة باش دي خفيفة جينواز متاعنا والهناه اللي بديت كيما تراو بديت نخلط فيهم بعضهم نجلس فيهم المكونات لان يجانسوا مع بعضهم بطبيعة الحال ويعطيوني اكا جينواز اللي مخدومة بالقدام من غير بطير الهناه كيما تراو سرعت شوية باش منطول ويش عليكم خدمتها لكلها بالفوي مانويل مستحقيتش للبطير معناها الركز الكهراء باقي وكما تراو في الملمس متاحة والتكستير كيفين هي طويل هنا خذيت تبايق متاعي دهنته بداهنة زيت خفيفة ورشيته بالدقيق الابيض باش عمل لك الكوش هذيك العازلة وليهنا سكبت المزيج متاعي كيما تراو شوفوا قداش معناها هابط ان ريبون معناها ناجح بحول الله مية بالمية طويل باش نساوبوه في الطبق في البلتون بتاعنا بالقديق باش مديش بلاسة معناها مرتفعة وبلاسة واتح ونحرك طبق متاعي بالطريقة هذي باش نتخلص من طبقه من فققه على الغاز وزيده يكون مساوب وطيبناها لبنات على مية وثمانين درجة مدة عشرين دقيقة وخرجناها كم تراو فيه قداش خفيفة غزر هالجينواز هزيتها بداية باش نوريه لكم خفيفة طويل باش نقص هالجينواز متاعي ثلاثة طبقات متقايسة استعملت منشار طويل شوية باش يدخل في العمق متاع القاتو وليهنا نتحصل على الطبقات متاعي شوفوا اللي بنت كيفاش فارغة من داخل جينواز معناها خفيفة ريشة طوو باش نزيد من قص هاذي على ثنين وكاك نتحصل على ثلاثة طبقات متاعي وبطبيعة زاد الوجه هذاك اللي تراو فيه باش نتخلص منو باش ما يبقاش فيه هكالكوش الخشينة شوية هاي هذا يكل باش نحيه ونتخلص مك الوجه هذاك طريقة سهلة لبنات وتعودنا عليه معناها القاتو نعملوه بطريقة مزيانة ويجيبنين برشا وليهناي اللي بنات وش نتعدى وطول تحذير الكريم باتيسيار متاعنا بمطعم الشوكولات خذيت 700 ميليليتر ماء وحاتيت لهم 5 ملاعق حليب بودر امنتت نجم تعاوضها بالحليب العادي متاعنا وليهناي خذيت 6 ملاعق سكر سومول وخذيت زوز اكيس كريم باتيسيار بمطعم الشوكولات خاطر حابيننا عملوه القاتو كله بشوكولات ونحرقهم في البارد اللي بنات بتبعت الحال بنينا برشا لبنات الكريم باتيسيار مطعم الشوكولات ويحبوها الصغار وموتوا عليها وليهناي كما تراو بعد ما حضرت معنا الكريم حاتيت لها تابع شوكولات بش نزيد نعزز مطعم الشوكولات ومغرفها زبدة وحرقتهم بالقدام بعد ذلك اللي بنات بش نسكبهم في بول ونغطيهم ببلاستيك غذائي ونخليهم يبردوا في راحتهم حتى نجم بعد ذلك بالبطر ندخل لها الهواء وهي بردة انجح كريمة هذه الحشوكولات وابن زادة كريمة ننصحكم بها هاوك لبنات وخليها جاني بنت برد وطول هنا بعد ما بردت أو كتأكدت بالصبوع اللي هي بردت ناخد بطر طوى وندخل فيها الهواء بالقدام بالقدام الكريمة لان معناها تتجانس ويولي لونها افتح شوية ولي هنا لبنات بش نبدأ نضيف لها في الزبدة اخذت معناها الزبدة اشتر حيواني وشتر مارجارين نباتي بش مطعم متاحة قوي برشا ودي فيها زادة منفعة غذائية كمش نعمل كلها بالمارجارين تولي ما فيهاش منفعة غذائية وكان بش نعمل زادة بكلها بالزبدة الحيوانية تولي قوية برشا ما نجمو ما يكلو هاش الصغار خذينا نص بنص ونبدأ ندخلو في المارجارين والزبدة في الكريم باتيسيير لين يتجانسوا مع بعضهم السفرة الغامقة لبنات الزبدة الحيوانية والفاتحة هي المارجارين ونقوم بسيطة ونقوم بسيطة لنجح معاك الكريم موسلين كريم موسلين خالة بين الزبدة والكريم باتيسيير يجب انهم الاثنين يكونوا في نفس درجة الحرارة وهكاك كالبنات توابع نزيد المطعم متاحة ونعطيها أكل لمعة والخفة زدتها لهنا 100 جرام كريم شونتي هذه إضافة اللي يحب يستغنع أما راه تبنن وتعطيها أكل خفة واللي خفيفة الكريم متاعنا نركضوها حكار ثلاثة دقائقة هكا الراوهات واللي تلمع وتعملها كشكل المنقار تتشوفوه معناها رايحة كشكل المنقار أخذت البوش متاعي أسهل طريقة زادة لتعمير القاتو هو البوش بيش تجي طبقة متاع الكريمة متقايسة وفرد ارتفاع في كل نقطة والهنا خذت شوية من الكريمة متاعي اطلت بها القاعدة بيش نحط عليها القاتو بيش ما يتزحلق شوي يتحرك والهنا حضرت سائل بيش نشرب بيها جينواز متاعي وانها طرية ماء وصكر وشوية نس كافي بيش يجي فيها مطعم القهوة ومطعم النس كافي صدقوني لبناء تبنين راهو رائع على الاخر ننصحكم به ناخذوك الكريمة متاعنا ونبدأ نوزع فيها بطريقة او باخرى انت حر على الجينواز ونبدأ نصاوب فيها بشوي بشوي لانتعطينا اكا الطبقة متاع الكريمة المزيانة والمتقايسة في كل نقطة او كالعادة نعودو نفس العملية ناخذو طبقة الجينواز الثانية ونشربوها بك السائل نضغط عليها شوية بركبش تلسق في الطبقة الأولى نشربوها بالسائل متاعنا او كالعادة نمرو لتطبيق الطبقة الثانية متاع الكريمة كما ترى وهيكا بطريقة مبسطة نوزعوها بالتساوي نحاولو قدر الامكان ونزيدو وطوا بالبالات كالعادة بطريقة سهلة نضغط عليها ان شاء الله تجربوه بإذن الله لبنات ونعدكم 100% يعجبكم او كناقص غديكا شوية كاملناه وهكذا دوي كلينا نوصلو للطبقة الثالثة نوصعو بنا بجنا حاجة بهياء وهاي الطبقة الثالثة طواكل عادة نشربها ديما نحاولو نحطو الوجه المزيين من الفوق والوجه الخايد من اللوتا خاطر الوجه الفوقاني هو اللي بيش نعملو عليه ديكوراسيون ماذا بينا جي حاجة معناها مزيينة وتسهلنا في الديكوراسيون اللي هنا كملت شربتها بكى السائل المطبقي وبش نكمل نطبق لها الطبقة الثالثة والأخيرة متاع الكريمة وبعد نعمل فيها ديكوراسيون بسيطة للغاية تتشوفوها اما عطات منظر ياسر مزيين في الاخر الغالب خاطر رح نتعود نديم العين تاكل قبل الفم طول هنا حاولت نصاوب الكريمة متاعي بالقدي بالقدي زيت غطيت لجناب هاوك كي ما تراو نجبد من برا لداخل الكريمة اللي نتولي معناها مستديرة ومصاوبة ومزيانة تاو خذيت لبنت شوكولات سوداء ذاوبتها في باماري وزيتها مغرفتين زيت نباتي باش تولي تلمع وطلق كي ما كاكا وبديت نعمل في زيكزاج كي ما تراو فيها دير سير على القاتو كله زيكزاج سهل مهلا هاوكا تطلع وطهبت تطلع وطهبت لين معناها تعمل الحركة هادي وكا هاوكا وتكمل تغتي معناها كامل جنواز متاعكا هاوكا طريقة سهلة مبسطة على الاخر هادوما اللولانينا ذوكما عملتهم بلايش الزيت جاو لونهم فاتح شوية عودت فوق منهم باش يكونوا نفس اللون ونفس اللم عام تاع الشوكولات تولي هنا لبنت اخذيتها كالكوردون تاع الأسنان وعملت بي خطوط كاكا دير سير كما تراو نشاء الله تكون واضحة وكلها خطوط دير سير بين الخط والخط يمكن نصف سانتي ولا سانتي فالاتجاه من البرة الداخل وطول عكس من داخل البرة بين كل زوز خطوط نزيد خط اخر من داخل البرة المرة هذي باش تعطيني اكل فائفيا هذوكم ولا الشكل المزياني اللي تراو فيه التموجات المزيانة سهلة برشة لبناء تمام مزيانة في منظرها وفي مطعمها والله العزيز صدقوني رائعة وغاديكا في الوسط حبيت نزيد نكسر اللون اكثر زدت نقطة مك الشوكولات وحركتها هكاكا باك الكوردون وفي الاخر تحصلنا على المنظر المزيان هذا برشة طويب شون الهنا في اللاجناب الليبنات حبيت زيد نغطي اللاجناب خذت شوكولات مطبقية وعملت بيها نوكات نوكات كيما كيكا باش تتجانس معناها وتكون منظرها متجانس كيما لاجناب كيما الوجه متع القطو وهذه تبرك الله ما شاء الله لبنات اقتراح نقطرح عليكم تشيخوا بيها صغيرات ما ننحير وحنا ديما في فطور الصباح هاني نعطيكم مقترحات والله يصدقوني حتى متعيد ميلاد ولا اي مناسبة تجي مزيانة برشة وطول ابنات بعد ما اخذت راحتها ليلة كاملة في الثلاجة مش بالوقت قصيناها باش الطبقات تلسق وتاخوا راحتها هاني بديت باش نقصها ونوريها لكم عن قرب وعلى كل حال البنات ان شاء الله الوصفة تعجبكم وان شاء الله المقترحة متاعي يعجبكم وان شاء الله كنت انا خفيف الظل عليكم واللي زار قناتي لأول مرة وعجبوا المقترحات يعمل طلع على بقي الفيديوهات وما فيها باس كان ميراش مانع يعملي اشتراك بركة الله فيكم يرحم والديكم وان شاء الله نتقابله في وصفات اخرى هنا حبيت نأكد ونوريكم الطبقات كيفاش مزيانة وهذا هو البنات طبعا نبقيكم على خير في الامان الى اللقاء باي باي اشتركوا في القناة